السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء نكمل اليوم مع مفاضة الرقم 3 اللي راح نتحدث به عن OSI model طبعا هذا الموديل مار عليكم تكتصات شبك ولكن للقائد وللتبكي راح نعيد إعادة ولكن ما راح نفوت فيها بالتفاصيل راح نمرور سريع عليها على أساس انه انت عندك معلومات كافية عن الموديل هذا The OSI reference model one of the best the OS specification gives us in the pairing the way for data transfer between the separate hosts running different operating systems طبعا هو يقول مثل هديه أو فد شي جيد جدا من حلنا الOSI واللي هي مثل اشرح لنا الطريقة أو نسوي التجميع للطرق المستخدمة لنقل البيانات between disseparated hosts يعني بين الأجهزة المفصولة عن بعض running different operating systems طبعا هاي الأجهزة اللي راح نكون به الشبكة بها أكثر من نوع من operating systems المثال على وينيكس هوست ويندوز ماك سمارتفون وهكذا طبعا هاي الإمكانيات اللي وفرتنا هي OSI اللي جمعتنا الطرق اللي راح نحتاجها لنقل بعنات ما بين أجهزة مفصولة وكل واحد به الoperating system الخاص بي As remember OSI is logical طبعا احنا مثل ما نتذكر أو نعرف OSI موفر شي ملف موفر شي physically بينما هو logically غير مريض not a physical one it is essential a set of guidelines that developers can use to create an implement application to run on a network طبعا هو فد guidelines شون التعليمات اللي سفاد من عدة المطورين حتى يكونون application على الشبكات ويستفادون الشبكة اللي يكونونها طبعا هنا راح نبدي top down يعني راح نبدي بالapplication layer الapplication layer is working as interface between the actual application program and the next layer down by providing a way for application to send information through the protocol test هو يقول لك الوسيط ما بين الapplication layer هو الوسيط ما بين الapplication program اللي موجود عندي على الاجلسة في الشبكة مع اللير اللي يجي بعد هزين شون راح يكون هو شون راح يسوي الانترفيس عن طريق providing a way for application to send information through the protocol stack هو راح يوفر الامكانية عن طريق الapplication يقدر يجلس البيانات الى الستاك او البرتوكالات الخاصة بالapplication layer and important notes about application layer that's work as interface between actual application programs يعني هو النتيجة اللي راح أصلا هو الانترفيس مع بين البرامج الموجودة عندي على الشبكة الapplication programs زين نيجي للير اللي بعد اللي هو البرزنتيشن layer طبعا البرزنتيشن layer من اسم ما اخذ الاسم ما اخذ من الوظيفة اللي يقوم بها اللي هي شون هو present data to application layer هو اللي يوضح data أو يوفر data للapplication layer representation layer gets its name from its purpose يعني ما اخذ اسم من الغرض اللي موجود على مودة it is present data to application layer and it is responsible for data translation and code format هو المسؤول عن ترجمة البيانات think of it as os modern translator ممكن اكتبرا ان هو الترجم لل OSI model providing coding and conversation service هو اللي يوضح اللي الكودات المناسبة المناسبة هو اللي وحو اللي امكانية انه يكون عدنا تخاطب يعني شنو معنا تخاطب انه الاجزة الموجودة بالشبكة يفتهمون اللغة بعض لاني عندي جهاز ب operating system اخر من جهاز اخر ضمن الشبكة اذن راح يوحد البيانات الولي راح يوحد هو presentation layer the key function the key functions like data compression زين شلو مهام presentation layer data compression decompression encryption طبعا الانكريبشن ايضا يحدث في هذا layer and decryption ايضا decryption are associated with this layer كل هاي المهام ممكن ان تحدث من وظيفة هذا layer طبعا ممكن اجيب لك مهام وظيفة البرزنتيشن انت راح تعد لي المهام الموجودة اللي يقوم بها البرزنتيشن بالشكل المختصر some presentation layers standards are involved in multimedia operation اسوال يقول لك اكو انواع من الشبكات او البرزنتيشن يكون مسؤول ايضا عن الملتميديا الملتميديا شنو هو الاوديو والفيديو البيانات اللي تكون على شكل اوديو وفيديو البيانات اللي تحتاج ترسل عن طريق الشبكة بدون انقطاع او بتسلسل نقدر نسميها multimedia operations نيجي عن layer البعضة اللي هو session layer the session layer is responsible for setting up managing and dismantling session between presentation layer entities هو اللي راح يوفر managing هو اللي يسوي management للأجزاء الموجودة أو البيانات الموجودة في presentation layer and keeping user data separated وكذلك هو مسؤول عن فصل البيانات كل user يعني يعني ما اخبط ما بين البيانات المتنوع اللي جايتني من عدة user المهام اللي يقوم بها الوظيفة اللي يقوم هذا الشي هو session layer طبعا المحاورة اللي راح تكون ما بين الأجهزة الموجودة على الشبكة أيضا يكون تحت سيطرة يعني شلو معنى دايلك control عندي دايلك شلو معنى محادثة عندي جهازين يتحاسون مع بعض محادثة من طبعا محادثة مثل حالنا اللي تتكلم بي حاليا لا المحادثة بالشبكة تكون عن طريق إرسال بيانات اللي راح يسيطر على هذا الديالوج على هذا الإرسال والإستلام هو راح يكون ال session layer نيجي بعد للترانسفور layer the transport layer segments are three samples data into a single data stream طبعا هو اللي راح يوفر بهذا layer راح تكون البيانات على شكل stream واحد services located at this layer take all various data received from upper layer وضيف تشونه أنه ياخذ كل البيانات الموجودة بال layer قبل ال application layer then combine it into the same consign data stream يعني واحد نوع البيانات ويخليها في stream واحد these protocols provide end-to-end data transport server and can establish a logical connection between the sending host and destination host هو اللي راح يكون للي فال logical connection فالرابط ما بين sending host ما بين الجهاز المرسل وال destination جهاز receiver on an internet working عن طريق transport the pair of protocol طبعا هاي جدا مهمة الprotocol المشورين اللي هي TCP UDP اللي يشتغلون وين موجودين راح يكونون ضمن هذا layer the term reliable networking can be used at the transport طبعا احنا كلمة reliable networking يعني اكيد مرة علينا وراح اتمر علينا بشكل كثير فيما انو يتخص الشبكات reliable networking العملية reliable وين راح يكون تنفذ وين الشبكة تتحققها في هذا layer كلمة راح ال شبكة تتخص من راح يكون في خلل معين أو في اشكال معين اللي يضمن هذا هذا ال ريليب من مهام الترانس ريليب networking require that acknowledgements sequencing and follow control will be used طبعا حتى نضمن ال relabel لازم تكون عندنا متوفرة l'acknowledgement طبعا نجيسر شوية نشرح لكم من ال الشبكة مالك تكون اما connection lens أو connection oriented طبعا نحن راح نجي نطرق ال connection oriented ذات تذكرون الفصل الاول connection oriented ايضا اتطرقنا في موضوع Distributed System هنا حبيت اعيدلكم عادة سريعة حتى تكون وافحة لكم وتترسخ اكثر عدنا و connection oriented communication explain a summary of the steps in the connection oriented stations that three way handshake طبعا connection oriented نقدر نقليل اسم آخر اللي هو three way handshake يعني مسافحة مع بين جهازين pictures in figure 1 طبعا هذا picture راح يوضح لنا شنو معنى connection oriented communication طبعا هني هنا سويت لكم نقاط حتى يكون أوضع طبعا نحن نرجع الصورة الموجودة عندنا الغرف هنا عدنا sender وهنا عدنا receiver اريد نسوي connection مع بياناتهم يكون connection oriented بالشبكة تكون connection oriented طبعا أول شي راح يحدث عندي أنه أنه السندر يدز acknowledgement إلى receiver الاثنج هو مثلا تبليغ أو طلب من راح يدز عفو يدز synchronization يدز طلب synchronization يقول لان يريد الصلو ياك synchronize يريد الربط بالكروك معلاتنا يكون بياناتنا synchronize بأول خطوة راح يصبح أول عملية اللي هي the first connection agreement segment is a request for synchronization يطلب من receiver يصبح يا synchronization زين receiver راح يصبح the next segment اللي هو هذا acknowledgement اللي هو الموافقة اللي راح تيجي من receiver the request and establish connection parameter the rules between hosts يعني receiver يقول لأ او synchronization ويدز الاجابة الى السender these segments request that a receiver sequencing is synchronized and receiver occurs are synchronized مع sender here as will so that a bidirectional connection can be performed بعد ما راح يديز acknowledgement معناها راح يكون عدنا connection ما بين الجهاز و bidirectional يعني شو المعنى bidirectional يعني يقدرون جهاز في آن الواحد يصلون ما يستلمون على نفس connection آخر 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 يكون عدنا acknowledgement من sender إلى receiver يرجع عالس sender شي يقول لي أوكي آني عرفت إنو انك صرت synchronized ويايا ورح يبدأ الرابط مع بينك the final segment is also an acknowledgement which mit the destination host يبلغ receiver that connection agreement has been accepted يعني يقول لك انت سويت واني قبل تسويت that the actual connection has been established واخو رح يكون بإناتنا connection حقيقي حتى نبدى شنسوي data transfer كان نا بدا يعني إحنا رح نبدى نقدر نرسل البيانات لاحظوا بعد ما دزل البيانات connection established بدأ الربط مع بياناتهم وبدأ عملية data transfer sender بدأ يرسل البيانات مالت إلى receiver هاي الثلاث نقاط هو اللي رح يتلخص بالconnection oriented communication زي sometime طبعا احنا ادنى هنا فتحالة رح تحدث sometime during a transfer connection can occur connection كلمة الconjection انت بقتصاص ال network رح تصادفك اذا انت بعد يعني تعمقت في هذا الموضوع ما عرف علي لعدكم مادة خاصة في الموضوع الconjection معناها شن اذا نترجم إلى اللغة العربية معناها ازدحامات او تصادم رح يكون عند ازدحام انت شون مثلا عندك شارع اذا جتي بها سيارات هواية رح يصير من ازدحام وعملية حركة السيارات رح تكون بطيئة جدا كذلك الnetwork من رح تجينا بيانات بصورة كثيرة بصورة كثيرة رح يصير عندنا conjection يعني شون معناها اختناقات شون عندنا اختناقات مرورية ايضا بالnetwork رح يكون عندنا البيانات من تجينا بكثرة الى جهاز معين او تمر بكثرة في خلال الشبكة رح يكون اثناء conjection can occur because a high speed computer زين سبب حدوث شنو نحن عندنا computer سرعتها عالية is generated data traffic يولد لنا بيانات بصورة كثيرة a lot faster than رح يكون عندي اختناقات مرورية كذلك احنا المدينة عندنا مدن او عندنا شوارع يكون اكو لود عليها ولكن الشوارع ضيقة ما تتحمل هذا لود ما تتحمل هذا العدد من السيارات رح يكون عندنا اختناقات مرورية كذلك احنا الnetwork ما نعتبره مثل شارع وبذا تجينا بيانات هواية فش رح يصير رح يصير عدنا استحام ورح يسبب الconjection شنو حل الconjection هي عملية الfollow control انه انت تسيطر على ذدب فق البيانات شنو رح نسيطر عليها رح نجي هنا ناخذها since close and lost data طبعا احنا من رح يكون عدنا conjection رح يصير عدنا خسائر بالبيانات مالتنا كان بوث بي تراجك يعني مأساوية شغلات تأثر على الشبكة تأثر على performance مالشبكة we have a fail safe solution in place now none as a follow control الحل مالنا اسمه follow control شنو مالفته it's job to ensure data integrity at the transport layer by allowing application to request reliable data transport between systems هو اللي راح يوفر لي reliable data transport between systems راح يوفر لي انو انا بيانات تنتقل بالشبكة ولكن بصورة relatable عشو معناها بشكل آمن بدون ما يكون عدنا loss follow control prevent ascending host on one side for connection from overflowing the force in the receiving host طبعا الوظيفة الاساسية مال follow control انو يمنع الhost يمنع sender الجهاز اللي ده يرسل بيانات انو يرسل بيانات overflow يعني يرسل بيانات كثيرة into the buffer البفر هسا راح نيجي نشرحها ان شاء الله كتعرف منطقة مياه في الموضوع اللي يجي بعد البفر هي ذاكرة او خل نيجي ننقذها حتى نواب عندك البفر is a memo restrictions store data gram when a machine receiving upload of data gram to في الاجهزة في الNetwork انو هنا شي سوما يجي بيانات كثيرة ما يقدر يعالجها في آن واحد يخزنها هناك يخزنها هناك ويبدأ يعالجها شوية شوية زي فهنا هنا شاح يصير عندنا ال follow control prevent ascending host يمنع الاجهزة للدس بيانات انو تسوي overflow انو اوكي اكو كمية محددة يقدر الhost يرسلها يرسل مثلا كمية معينة فالجهاز اللي يستقبل البيانات من يجد يستقبل البيانات اللي تتوصل من sender receiver من يشوف انو مده يقدر يعالجها راح يفطر شي يخزنها بالbuffer البuffer هي مساحة الخزن الموجود عنده ولكن المشكلة تبدأ من مشكلة تبدأ من البuffer ايضا ما يبقى بي مكان فمن البuffer ما يبقى بي مكان مهل حالة يظل المسج صغي عندنا او صغي عندنا conjection إذن ال follow control يمنع عندي انو البيانات تيجي وتملي البuffer الموجود عندي دائما تخلي احتياط بالبuffer رلبل data transport employs a connection oriented communication session between systems and the protocols involve ensure that the following will be achieved احنا نقول ايضا الحال شنو هو انو كون عدنا connection oriented بها الحال ال protocol تظمن انو العملية تمت بصورة صحيحة ا connection oriented communication session between systems and protocols البرتوكولات ايضا تظمن that the following will be achieved لازم تظمن انو عدنا هاي خطوات اللي لازم تتحقق لدنا اللي هي شنو يعني يقولك اي باعنات توصل الى الريسيبر لازم يدز اكتنولوج الى السيندر يعني يدز زفد معلوم يقول اوكي وصلت عندي اي سيجمان هناك لازم تستقبل بنفس الترتيب يعني ما ممكن يكون عدنا الباكت لازم تترتب مثل ما بنفس السيكونس اللي تزينا احنا من السيندر طبعا طبعا احنا نسيطر على تدفق المال بيانات راح يضمن لي شنو انو ما يحدث عندي ال بيانات ترجمة نانسي قنقر